عونا نأخذ هذا الاتصال الهاتفي مع دكتور صفوان قربي عضو مجلس الشعب السوري أهلا بك معنا دكتور صفوان بداية يعني ها هي الجلسة هناك تراشقات هناك سجال دائر بين القطبين أمريكا وروسيا إلما يفضي برأيك هذا السجال هذه الجلسة من وجهة نظرك؟ اعتقدت دائما في المحطات المفصلية في الحرب على سوريا عندنا تضييق الأمور على الإدارة الأمريكية وحولنا فعلا ينجعون إلى ملس إيماوي مفتعل هذا الموضوع الحضاء إيخان شيخون الحضاء إيخان العدل الحضاء أكثر من المحطة دائما موجودة ملس إيماوي هو يستبعى عند الضرورة ويخرج من الأدراج انتفار الهوضة كان انتفار مدعوبي مفصلي برأيه هو يعادل اعتداد تخبير الأمريكية يعني دكتور صفوان صوتك لا يصلني بوضوح أنت تستطيع أن تغير مكانك بشكل أو بآخر حتى أستطيع أن أستقبل صوتك بوضوح يعني أنت ذكرتك كلمة في سياق كلامك هذا ما يحدث هو شكل مفتعل أو هو يعني ما يجبه بالافتعال بما تقصد هذه الكلمة أنا برأي عديزة دائما ترى ما قلت هو ملس دائما البنس الإيماوي لخلط الأوراق ولكن لا يمكن أن نظر أن هناك حالة باعة شروفية أن يتيش بطر جدا في المنطقة ليس فقط الصاحة الشورية حتى تدعي لها الوضع تأخذ للرئيس الأمريكي ويساعدة تضارح والمشاكل تخصه في الآخر هو أمصر من المشكلة لذلك العقوبات المتباة من مدينة بريسا وعلى الأسطور المتبنوعة في جون نفس العملية المزوج في بريطانيا كل هذا الأسطور خلافين منشغدها أشبكار ضغن جدا أمريكي روسيدي على إيه وحاجة نوع من الأنواع وصناع العائل وقع تياسي دولي جديد أحبتنا الأمريكي تنحس عن حلول تقول حلول عملية تبعات رؤسي على الساحل السوري والطبوح بضرق سوريا في جون فضل روسي أن يكون الروس متفرس كل القراءة تشير أن الأمريكيين ليس قادرين على سنة روس لذلك يفعل الروسي أن يقضل كل ثانية واقع القوات السورية الموجودة في الشغل الشركة السورية هي موجودة تحت من الصواريخ السورية وأصدقاء السورية كما يستطيع أن يكون موجودة تحتجير والطبوحات التي تسلحها وصنعها الواقع الأمريكي مربع لنهاء ينبوط كل مجنة على بسه لست التحقير ولكن أن تكون هذه نجل تحقيق نجلها اشترافية والتجارة في مجال التحقيق التي ترعاها أمريكا هو واقع مؤمن لنشهد العراق كيف هذه التحقيق للتحقيق والطبوحات والطبوحات والطبوحات